السلام عليكم ومحبابكم في طغس جدير بطبيعة الحالة نحاول نكمل تصحيح الامتحان الجريبي اللي كاين في المنصة هناك السؤال كيقول قل كواجب على هاد الصيانة تعطني حق الاسباقية نعم جواب واحد لا جواب جوج بطبيعة الحال كنلاحظ بان عندي واحد تشوير عمودي لمثلة المقلوب ديال ليس لك حق الاسباقية الاني كنكون صايق وكنلقى في هاد المرتقة ديالطوق واحد تشوير عمودي عبارة عن مثلة مقلوب فهنا شنو كيقول لي كيقول لي بانك يكون واجب علي ينوقف ونعطي لي منو ليسه الى كان عمر اما إن كاللي منو ليسه الخاوي فكنا نرد البال وكندوز بما ان هنا عندي اذا كان واجب علي ينوقف ونعطي لهذا السيارة اذا وجو واجب علي السيارة هي هي لي تعطيني بطبيعة الحال لا انا هو اللي واجب علي نعطيها ولاش؟ حيث انا هو اللي عندي تشوير العمودي ديال ليس لك حق الاسباقية يعني أنا اللي خاصة نوقف ونعطي الأسباقية ليمن وليسر بما أن ليمن خاوي وليسر هو لعامة فأنا أعطي ليسر هذك علاش الجواب يكون هو لا راقم جوج وشواج بعد السيارة تعطيني لا علاش حيث أنا اللي عندي ليس لك حق الأسباقية السؤال الموالي قلت شوي الطرقي كيسمح بالتجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب جوج نتجاوز هاد السيارة نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة بطبيعة حتى شوي الأفوقي عندي في هذه الخطوط اللي في الأرض اللي هما خطوط متقطعة بما أن عندي خطوط متقطعة فهنا بطبيعة الحال كتسمح لي بالتجاوز يعني وش تشوي الطرقي كيسمح بالتجاوز نعم ولكن وش نتجاوز السيارة احنا كنلاحظو بأن هذا الراجلة قطعة في ممار الراجلين أو باساش بيتو يعني هي في وسط الطريق بما أن هي في وسط الطريق وقطعة إذن هاد السيارة هواقفة أتعطي الأسباقية للراجلة إذن تآنو كيكون الواجب علي أن نوقف مع هات السيارة باش بجوش بينا نعطيه لهذا الراجلة الأسباقية حيث هي قطعة إذن تشوي الطوقك يسمح بالتجاوز الجواب هو لا ولكن وش نتجاوز السيارة الجواب يكون هو لا يعني الجواب هو واحدة ربعة علاش ممكن يش نتجاوز حيث قولنا الراجلة في وسط الطريق كتقطع ونحن نعرف بأن من يكون الراجل في وسط الطريق يكون واجب علي جميع المركابات يوقفه ويعطيه الأسباقية للراجلين لفوسط الطريق السؤال الموالي أنا في المكان المناسب باش نضعه على ليمن نعم الجواب واحد لا الجواب جوج في طبيعة الحلقة اللاحظ بأن أنا شد ليمن إذن مي كنكون شد ليمن فعلا كنكون في المكان المناسب باش نضعه على ليمن حيث احنا كنعرفوا مني كنكون في واحد طريق مثلا كتدي وما كتجيبش إلا بغيت نمشي نيشان أو نضعه على ليمن عني كان شد ليمن بغيت نضعه على ليسا كنشد ليسر كانت الطريقة كتدي وكتجيب بغيت نمشي نيشان أو نضر على ليمن أو نضر على العصر فراه كان شد ليمن حيث هنا الطريقة تكون كتدي وكتجيب إذن بطبيعة الحال مني كان بغيت نضر على ليمن راه سواء كان الطريقة كتدي وكتجيب أو الطريقة كتدي وما كتجيبش كيكون واجب علي نكون شد ليمن إلا بغيت نضر على ليمن إذن وأنا فعلا هنا شد ليمن يعني أنا في المكان المناسب باش نضر على ليمن إذن الجاوب رقم واحد سؤال موالي هل أتنى السيلة العادي غادي في المسلقي المناسب نعم. حيث أدابا هنا في الغادي ما ستظهر بشارك الاستعجاري فى سؤال فقط فى العربات احصلق للشارك الاستعجاري ليفصل القليل السؤال المالي ستظهر إلينا umaした We are going to leave a script و Pearson 3 أن يكون صفحة لEC المكان هنا سوف يجب أن يوقف وأنه מ demean ring والمعارقة لدي العالم يمكن أن يكونrutها حيث لا تكون واجبة لا يوقف تلك لكن النşaني يحكمون و في ما سأبدأ إذا كان العربة بحكب مطلت عالة ال kneeجاب وكالليمان أنا بخطة الطريقة الصغيرة وإذا كان لدينا المثلات ً الصغيرة إذن بما أنهم لديهم الطريق الصغيرة فليس لك اذن لك أصبقية إذن أنا بخطة الطريقة الكبيرة يعني طريق أولوي واش يكون واجب علي أن نقف إلا واش نعطي للغاية سيفون اليمن إلا يعني لا يخصوني أنه para الأسبقية لا أقول ماشي آن . هذا إطلاقوا لهذا الجواب يكون ه rooted السؤال موالي , لمن يمكن أن توقف على المناع على جنوب الطريق ؟ نعم ه infrared أتض VC , spaghetti نعم ؟ نعود 13 لا wł 4 بطبيعة نستخدم أن هنا يوجد لوي Project كل Cox المعتani بطبيعة و الذي يمكن أن توقف علي ذلك الباقي الطريق بال consequence يكون هو نعم ولكن باش نتوقف على الطريق ما يمكن شفوص الطريق راه ممنوع لي منعاً كنياً أن نتوقف حيث نعرق الحركة السعير الجواب هو رقم 1-4 السؤال الموالي في حالة حصول عطب مفاجئ الحصار رئيسي والفرند الرجل واش نحول مبدل الصوع على نقطة عطلة واحد؟ نستعمل الحصار دياللي تجوج ولا نقسم درجات الصوعات الدريجيان ثلاثة نعفو مني كيوقع لي عطب في الفرند الرجل أول حاجة نقسم درجات الصوعات الدريجيان يعني كنقراطي الفيتاس والتاني حاجة نقسم هو نستعمل الحصار اليد يعني كنستعمل الفرن أمان كم قنطلعو سننسنا أما باش نحول مبدل الصوع على نقطة عطل اللي هو البوامور نقطة الصفة فنغم أن تحكمش في المصارد العربة ديالي إذا الجواب يكون هو رقم 1-3 السؤال الموالي باش نتجاوز هاد الراجل نخلي مسافة ما كاتقلش على خمسين سنتيمتر واحد متر جوج متر ونصف ثلاثة جوج متر أربعة هنا كنلاحظو بأنني أنتجاوز اوادي نضوب الراجل عاطيني بالضهر القاعدة كتقول مني كنبغين تجاوز واحد الراجل عاطيني بالضهر كنكون أنا داخل تجمع عماني أو ما التجمع العماني شو الضيوفين كاينين إذا هنا واجب علي نخلي متر يعني داخل تجمع العماني نخلي متر هادك علاش الجواب يكون هو رقم جوج السؤال الموالي في هاد المكان صوعة محدودة في 80 كيلومتر واحد 90 كيلومتر في الساعة جوج 100 كيلومتر في الساعة ثلاثة 120 كيلومتر في الساعة أربعة هنا كنلاحظ عندي واحد صيوة بيضة وراث ديالها ملون بالحمر كيدل على أنني أنا في طريق وطنية وحنا كنعرفو الصوعة في الطريق الوطنية كتكون محدودة في 100 كيلومتر وهالش يعني شرحتو في المحوار الأول ديال الطريق في القواعد ديالأنواع طرق يعني الفرق ما بين الطريق الوطنية والجهوية والغابوية رحنا كنعطينا أنواع طرق في الدرس خاص وكنا شرحنا الصوعة اللي خاصة بهاد أنواع الطرق يعني بالتفصيل فالصوعة في الطريق الوطنية كتكون محدودة عندي 200 كيلومتر إلى الجواب يكون هو رقم ثلاثة السؤال الموالي تحديد الصوعة كي يخسرين الشاحينات نعم جواب واحد لا جواب جوج إن كل ينكمل السير بصوعة 90 كيلومتر في الساعة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة بطبيعة الحال هنا تحديد الصوعة ما كي يخسرين الشاحينات نعم حيث ها هو لاحظ بأن ديالك 60 كيلومتر والتحت رسمي لك شاحينة ودينين 3.5 طون يعني المركبات اللي الوزن دياله مع الحمولة كبر من 3.5 طون بحال الشاحينات والعرب بدأت الوزن تاقيل كلهم ما خصوهم شي تعدو 60 كيلومتر في الساعة أما طنوبيلات والمواتر فإن كلهم يمشون تاب كتر إذا هاد تحديد الصوعة فعلاً راه كي يخسرين الشاحينات ولكن واش ينكمل السير بصوعة 90 كيلومتر إذا هنا كنشوف الصيف اللي كندووز أنا شنه هو إلا كنت كندووز الموتور ولا كندووز طنوبيل فهنا راه يمكن يمشي تاب 90 حيث كان عرفوا الدراجات والسيارات اللي الوزن دياله مع الحمولة قل من 3.5 طون أو 3.5 طون فيمكنهم يمشيوا في الطرق الوطنية حيث هنا عندي خطوط متقطعة في الطرق اليسر كيدل على أن الترقيقات التي تجيب يعني أنا في طرق وطنية وكان عرفوا بأن الطرق وطنية بنسبة لدراجات والسيارات السرعة كتوصلتها إلى 100 كيلومتر يعني واش يمكنني نكمل بتسعين أنا كسيارة أو أنا كدراجة يمكن ولكن إلا كنت كان دوز عربات وزن تاقل بحل حافلة أو الكاميو إلا ما ذلك اللي الوزن ديالي أنا كمركابة مع الحمولة كبر من 3.5 طون فهنا ما خاصني شنتع داستين إذا بنسبة الطنوبيلة المواثر أي جاوبوه برقم 1 4 وبنسبة للناس يكدوزوا مثلا الكاميونات أي جاوبوه بوحد ثلاثة عفوا بنسبة لطنوبيلة المواثر أي جاوبوه بوحد ثلاثة يعني واش ريطواه يخصغل شاحنات نعم وواش يمكنهم يكملوا بتسعين نعم حيث الدراجات أو لا طنوبيلات هاد تحديد الصعام ما كيخصهمش أما الناس اللي كيدوزوا الكاميونات ولا الحافلات يعني العربة ذات الوزن التاقيل وتعطى لهم هات السؤال يعني بحال هم الشيزع ما كوب يكون أنا كوب يكون ما يمكنش يتحط يعني أتلقون هاد انتحال اسئيلة متلين وتصوم متلين ولكن يقدر يكون تشابه السؤال فإلا تعطى بحالة البلاكة وكتخص غير العربة ذات الوزن التاقيل اللي هم الشاحنات أو الحافلات وتعطى له ماذا وقال لهم واش تحديد الصعاء كيخص مترين الشاحنات يقولون نعم ولقال لهم واش يمكننا نكملوا بواحد صعاء كتفوق الصعاء المكتوبة هنا يعني صواء يقول لهم واش يمكننا نكمل السيب صعاء 70 أو 80 أو 90 بالنسبة للشاحنات والحافلات أرهب يمكن لهم شي يكملوا بسبعين أو بثمانين أو بتسعين أو بمية يعني ما كيتعدوش 60 أما السيارات والدراجات فين كلهم يمشيوا تلمية حيث هاد الصعاء مكتعنيه مش السؤال موالي نزيد الصعاء ونجاوز هاد السيارة نعم جاوب واحد لا جاوب جوج نقسم الصعاء نعم جاوب ثلاثة لا جاوب أربعة بطبيعة الحال هاد السؤال في البيدائف السيستام القديم من يمكنه يدرونه تصحيح نرمال مو كان يقولوا بأن من يكون شي حد يضبني فعلا هاد السيارة تضبني من الول هاد يرم وشيط غير التجاه بأنها بغية تجاوز نحنا في القاعدة العلم شنو كنعرفو كنعرفو من كي بريش يتجاوزني كندير جوج الحوايج أول حاجة وهي كنشد لي من وثاني حاجة كنحترفض بنفس الصعاء يعني ما كان زيد من الصعاء ما كان نقص يعني هاتش هو الخاصين دير يعني ديما منشي واحد كي يكون كي يضبني من له يعني ما خاصين ننزيد الصعاء لننقص خاصين نشد لي من ونحترفض بنفس الصعاء ولكن كان واحد الاستثناء اللي هو منين كنكون أنا غادي سايقو كتكون طنو بلا لقبالتي قريبة ليا يعني ما محافظينش على مسافة الأمان فهنا كنطر أن ننقص من الصعاء وهذا هو الاستثناء الواحد ففي السيطة المقديم كانوا هاد السؤال كي يجاوهوا عليه برقم جوجة ربعة يعني كي يقولك ما نزيد في الصعاء ما ننقص حيث سيارة كتضبني من لور ومنين كي يكون شاعد كي يضبني خاصين نشد لي منه ونحترفض بنفس الصعاء فعلا هذي قاعدة صحيحة ولكن هات السؤال كنلاحظوا بأن هات التنوبيلة قريبة ليا يعني قريبة يعني ما محافظتش أنا وياها لواحد المسافة للأمان إذا هنا كي يكون واحد الاستثناء أنني طبعا الحل ما يمكن ليش نزيد في الصعاء وانا كنت جاوز ولكن واش ننقص نعم وهات الشوال اللي داينه في المنصة هات السؤال داروله تصحح كان غلط ولكن داروله تصحح بأن الجواب غنه وماشي جوجة ربعة ولكن الجواب للسؤال هو جوجة ثلاثة يعني ما كان زيتش في الصعاء ولكن هنا كان نقسم الصعاء ولكن علاش هنا أن نقسم الصعاء راح يتعطن بلا قريبة ليا أما وكان ما كانش قريبة ليا بزاف حيث القاعدة تقول من انك يكون شي حد يتجاوزني من اللور او دير مؤشي تغير تيجاه هاي دوبل حيث ننقص حيث هاتطنو بلا قريبة ليا بزاف هذا هو السبب هدك علاش هنا الجواب يكون واقم جوج ثلاثة السؤال الموالي باش نتابع السيل القدام ندوز قبل السيارة أرمادية او من بعد السيارة أرمادية طبيعة الحال آخر بما انه طنو بلا دير السينيار بغض دوري في طريقي وانا عندي تشويل حيث وهي كدلك وكما تشويل حيث إذا هنا هنا انا غادي وشي حد جاي من التجاه المعاكس وهو بغض دوري في طريقي الهان أنه لا خاصني انه يتجاه المعاكس طبي الحبجوش بيننا اذا منك يكون شي حد بغض دوري في طريقي شكون الول اللي خاصه يدوز ...انا.. حيث انه لحده في طريقي و وكنكي انا اللي انضع على ليسر ونضعه في طريقه هو الأول ايدوس اذا بما انه هو الاسطيني اللي بريده في طريقي اذا بطبيعة الحال انه هو الأول وقعد يعني انك نضوس قبل سيارة ارمادية سؤال موالي هنا قلكوش نضوز واحد نعطي احق الاسبقية اللي جاي من ليمنجوج نعطي احق الاسبقية اللي جاي من ليسر ثلاثة بطبيعة الحال ان pianta انا اللم وذرة ايضاك الأورنج كيسني وقنات Turbo أنهم يعن�들 desk مOps بحالể طائفة فإنهم نشمل مرحول الإس sawmd على المرحلة لعمل أجد خطوط إذن كنجعل للحظة فيني إذن常 thereof invent melhor يعني أن الحالر فانا شون كندير كنشوف وشكين اللي بلايك إلا ما كانوش كنشوف وشكين الخطوط في الأرض عني واش خطمت تساصل لتقيف عندي ولا خطمت قطع ديال لموت للاك المقلوب إلا ما كانش تهوه كنقول طريق بيدون شوية مولي من كيدوز وإلا كالليمن خاوي كندوزانا بما أنني من هنا عامر ماشي خاوي إذا ندي نجاوب بنعطي حق الأسباقية اللي جاي من ليمن السؤال الموالي هنا قال لك في طريق ناشفة وبهات السرعة إلى الطريق نوقف سنحتاج تقابل مسافة 36 متر واحد 26 متر جوج أو 16 متر ثلاثة هنا نحسب مسافة الوقوف مسافة الوقوف كنقبط العشرة السوعة ونضربوه في نفسه أنا سأقابل هنا في المؤشي كيبالي أنا سأقابل بستين كيلومتر العشرة هو ستاة كنحيط السفر التالي ستاة نضربوه في نفسه يعني ستاة 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 تساوي شحان ستاة وثلاثين يعني جاوب هو رقم واحد السؤال موالي نضربوه في نفسه للوقوف أو نسمح بموقع لهذه السيارة؟ بطبيعة الحال هنا أنا في قنطة هذه الشويات كيبي اللي بيأنني أنا في قنطة هنا قاعدة كتبين ميكا كون أنا غادي شي واحد جيم تيجى المعاكس ويحنا في القنطة اللي يدخل لول القنطة هو اللي يضربوه في القنطة إذن هته الطنوبيل الحمار هي اللولى داخل القنطة إذن هي اللولى أدوز إذن كنت نضربوه في نفسه كنسمح بالموارول هات السيارة جواب وجوج سؤال موالي بما اني عندي طريقة أولوية يعني كندوز قبل السيارة حيث انا في طريقة كبيرة وهات السيارة في طريقة صغيرة يعني انا هو اللي كندوز اللول سؤال موالي والاخير في هاد في هاد الجوزء او في هاد الفيديو هنالك كندوز انا اللول ولا نعطيحك الاسباقية كنلاحظ بان اني عندي السيارة الامر الوطني وشعلها تضيعني في مهمة استعجارية مني كتكون السيارة الامر الوطني في مهمة استعجارية يعني خاصني نعطيحك الاسباقية هذي غعبيني يعني الجواب هو عقم جوج كنتمنى هاد الشرح يكون الاعجاب ليركم في الفيديو بالماجي نكمل لكم تصحيح دي المتحان الجريبي كنتمنى تكونوا استفتونات الشرح إلا استفتونات الشرح تفعليز الجرس باش يوصلكم جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة